في ذروة الصراعات المشتعلة بين الكتل السياسية ببغداد حول ما تبقى من مقاعد الحكومة الجديدة أو حولها برمتها يحاول عادل عبد المهدي الخروج من هذه الدوامة بحبل نجاة رأى مراقبون أنه في أربيل وبقبضة الحزب الديمقراطي الكردستاني فزعيم هذا الحزب وبعد انقطاع طويل عن بغداد على خلفية استفتاء الانفصال يصلها ويلتقي عبد المهدي بجو يسوده وئام مفاجئ بين الرجلين ولأن سياسة العراق الحالي أثبتت أن وراء كل وئام مصالح مشتركة ومتبادلة فثمت صفقات قد تعقد على خلفية هذا اللقاء المفاجئ إذ أن زيارة بارزاني لا تقتصر على لقاء المسؤولين الحكوميين بل سيلتقي عددا من قيادات الكتل السياسية التي ستحاول التقرب منه والحصول على تأييد نوابه في البرلمان مقابل اتخاذ إجراءات من شأنها ترميم العلاقات بين بغداد وأربيل ترميم مبني على مدى قدرة عبد المهدي على تلبية مطالب بارزاني وعلى رأسها رفع حصة كردستان العراق من الموازنة كما لم تغب مسألة كاركوك عن أجندات اللقاء بين الرجلين حيث شدد البارزاني على قضية عودة البشمرقة إلى كاركوك معتبرا أن ذلك سيقلل من التوتر في المدينة لكن ثمت من يرى خلاف ذلك ويتخوف من وضع كاركوك في سوق مساومات سياسية حيث حذر تحالف الإصلاح من عقد صفقات جديدة تعيد البشمرقة وسيطرة الأكراد على محافظة التأميم وبيّن أن مسؤولين من العرب والتركمان سيعقدون اجتماعا لبحث تداعيات هذا اللقاء ولم تقتصر المخاوف من زيارة البارزاني إلى بغداد على العرب والتركمان بل شملت الأحزاب الكردية المعارضة حركة التغيير الكردية وصفت أي اتفاق يبرمه البارزاني مع عبد المهدي بغير الملزم لكردستان العراق واعتبرت هذا الاجتماع يهدف إلى تقاسم الكعكة والحصول على مكاسب إضافية للحزب الديمقراطي في الحكومة الجديدة